بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد بن عبد الله النبي الأمين أما بعد أحباب سنأخذ معا الضرب في 8 الأسئلة الموجودة في صفحة 155 و156 ونقوم بحلها معا أجد ناتج الضرب وأستعمل النمازج أو حقيقة الضرب معلومة إذا لزم الأمر طبعا معلومة حقيقة الضرب 8 في 2 تعطيني 16 أي شيء في صفحة يعطيني صفحة أي شيء في واحد يعطيني هذا الشيء أي 8 في 3 طبعا سهلة 24 يبقى لو ضربت أي شيء في واحد يعطيني الشيء 8 في واحد بالتمانية 10 في واحد أي شيء في الصفحة يعطيني الصفحة اشتري أحمد علبة حليب كل يوم بأربعة ريال كم ريال ينفق لي اشتري 8 علب نضرب 8 في 4 سوف تساوي كم؟ 2 وتلاتين 8 في 4 سوف أضرب له هنا كده الثمانية نمشي شوية نعمل ايه؟ الاربعة وفي الآخر هنا أقول له 32 أجب باش الألم ولأن الألم لازم نعمل هنا الفيم مش موجودة في الأحكم المفاتيح نجب أربعة في تمانية باتنين وتلاتين كيف أستعمل خاصية الإبنال لضرب؟ على عمية الضرب الإيجاد ناتج الضرب 8 في 7 يعني أقول له نعمل الأول يعني 7 ضرب 8 6 وكام؟ 56 طيب لو أنا عملت هنا 8 ضرب 7 برضا هتساوي كام؟ 56 يعني في كل الحالتين لو أنا ضربت 7 في 8 أو 8 في 7 هما الاثنين شبع بعض اسمها عملية الإبدال لا تفرد لا ما تفرد عندي 7 في 8 زي 8 في 7 5 في 6 زي 6 في 5 هذا اسمه الإبدال ما إيه؟ الإبدال يعني تغير رقمين بس هم نفس الرقمين يعطي لك نفس الناتج أي رقمين نبدلهم مع بعض الآخر هو نفس الناتج يعني 5 في 6 زي 6 في 5 8 في 3 زي 3 في 8 طيب احنا خلصنا دول ننزل تحت أجد ناتج الضرب 8 في 1 أي شيء في واحد يعطيني نفس الشيء 7 في 8 نسألينها بـ 56 5 في 8 40 9 في 8 72 8 في 8 64 5 في 8 40 8 في 7 8 56 50 58 10 80 50 تمام ننزل نمسح دول نكتبهم بصورة عشان هنزل تحت عمل سامي خمس ساعات في الأسبوع الأول من الشهر فإذا عمل في الأسبوع الأخير من الشهر تم امثال ما عمله في الأسبوع الأول من ساعات فكم ساعة عملها في الأسبوع الأخير هو أول حاجة كان كم في أول أسبوع خمس ضعفناها كم مرة 8 في الأسبوع الأخير يعني 5 ضرب 8 يساوي كام يساوي أربعين 5 ضرب 8 يساوي كام أربعين يوجد في سيارة لتوزيع العسار 8 التزيجة 9 صندوق في كل واحد كام 80 فإذا باع الموزع صندوقين لأول مدقر فكم عبوة بقيت في السيارة أول شيء أنا الوقت يوجد في السيارة لتوزيع العسار 9 صندوق 9 صندوق وفي كل صندوق 8 عبوات 9 في 8 بتساوي كام يا أبطال 2 وسبعين طيب إذا باع الموزع صندوقين 2 باعهم يعني هو ليسا معاه كم صندوق 7 صندوق هنضربهم في كام في 8 هيساوي كام كام أبوة موجودين معاه يعني يساوي 6 أو 5 50 تبقى الصندوق في 8 اتاول كلهم كانوا 72 باع 2 باع معاه ساعة عند اضربها في 8 2 كام 56 أشرح طريقة لإيجاد ناتجة 9 في 8 ثم أشرح لماذا أفضل هذه الطريقة طبعا أحسن طريقة في 9 في 8 هتساوي 72 تفضل هذه الطريقة لماذا نفضل هذه الطريقة؟ لماذا؟ لأنها أسرع أقول له إيه؟ أسرع 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 لو أنا أقعد بقى أقول له 9 جاءت 9 جاءت 9 جاءت 9 8 مرات مش هنخلص النهرب بسألة بالواقع الحياة تتضمن نهرب في العدد الثماني طيب لازم نمسح دول أنا أغير اللغة إلى لغة إيه؟ العربية يقول لي عاوز مسألة من واقع الحياة تتضمن ضرب فيه 8 أقول له باع باع أو اشتر باع تاقر 8 سناديق من التفاح 8 الصندوق 7 صندوق 8 ريال كم؟ 8 الصندوق كلها كلها طيب رحل كده عمل له مسألة فيها الضرب في كام؟ فيه 8 أحلها كمان ونقول له 7 ضرب 8 يساوي 6 وخمسين أنا أكتب بالماوش ما عليش يسمعوني سبعة في ثمينة بكام ستة وخمسين نحن كده خلصنا صفحة كام مية خمسة وخمسين ندخل على صفحة مية ستة وخمسين اللغة الصورة بيقول لي ما العدد الذي يجعل الجملة العددية صحيحة هنا بيقول لي سبعة في خمسة أقل من أربعة في كام؟ سبعة في خمسة بخمسة وثلاثين لو ضربت أربعة في سبعة ثمانية وعشرين لازم أنا لازم اختار العدد هو العدد أكبر شيء علشان بالنحية التانية هي اللي كبير أكبر شيء هنا هو العشرة يعني أربعة في عشرة باربعين بحط هنا إيه؟ عشرة طيب ما الجملة العددية التي تمثله الشبكة؟ أنا أعدي كده واحدة اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية أكس التانية اتنين تلاتة أربعة خمسة يبقى خمسة في كام؟ خمسة في تمانية حرفنا كيف نجيب الشبكة؟ ننضب خمسة في تمانية يطلع لكام؟ أربعين ننزل تحت ننزل تحت ننزل تحت أجد ناتج أضرب أجد ناتج أضرب يلا بسرعة ستنسوشي اللايك أحبيبي ستمانية في سبعة أقول له ستة وخمسين سبعة في سبعة أقول له تسعة واربعين تسعة في سبعة تلاتة وستين لازم نحفظ قدوة للضرب بالتكرار لو قررت وقلهم شوية هتلاك حفظ صممت ريم نمازج من عيدان القش فاستخدمت ثلاث عيدان لعمل مثلث واربع عيدان لعمل مربع ثم صممت شكلاً خمسياً يعني من خمس إذا استمرت على هذا النماء فكام عوداً من القش سوف تستخدم للتصميم شكلاً سداسياً ستة هتعوز إيه؟ ستة يبقى أقول له استخدمت ثلاث عشان يبقوا من ثلاث يعني ثلاث أربعة مربع صممت شكل خماسي يبقى خمس سداسي يبقى ستة ثباعي يعني سابعة ثماني فاهمين؟ طي اكتب قملة الضرب التي تعبر عن كل شبكة لازم نعد واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سابعة واحد اثنين أقول له أنا لازم نمسح دي الأول عشان نعرف نطلع فوق أيها بالمرة مع أحد كده هنخلصها خالص هنا نعمل هنا الفي مقدماً عشان نخلص نخلص هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة فاربعة يبقى نضرب كام درب سبعة سبعة وهنا كام أربعة طبعاً السبعة فاربعة هتساوي كام تمانية وعشري نشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة يعني خمسة ضرب خمسة. خمسة ضرب خمسة كام تساوي خمسة وعشرين. وبعدين واحد اتنين ثلاثة واحد اتنين ثلاثة اربعة يعني هنا ثلاثة وهنا اربعة. الاربعة في ثلاثة باتناشرة تساوي اتناشرة. تكتب كل من الاعداد القادية بالصيغة اللفظية. نغير اللغة نمسح دول علشان نغير اللغة اللغة وهي نكتب هذه الاعداد بالصيغة اللفظية.